هناك الكثير والكثير من الأشياء السحرية أو ذات قوى خارقة في عالم الكاريكاتير أو الرسوم المتحركة وتتنوع استخدامات هذه القوى حسب الشخصية التي تمتلكها إما في الخير أو في الشر ويجب الإشارة إلى أن بعض هذه الأشياء قوي جداً لا يمكن تخيل وجودها في الحياة الحقيقية وإلا ستصبح مصدر تهديد كبير على البشر فإذا أردت أن تعرف بعض من تلك الأشياء تابعنا في هذا المقطع حيث سنقدم لكم فيه أقوى عشرة أشياء في عالم الكاريكاتير الحاقن من مسلسل ستيفن البطل لا شك أن المسلسل القرتونية ستيفن البطل احتوى على العديد من الآلات القوية كان من أهمها على الإطلاق الحاقن وهي الآلات التي كانت تستخدم في صناعة الأحجار الكريمة ذات القوة الخارقة بطريقة اصطناعية وذلك عن طريق اختراق طبقة الكشرة الأرضية لخلق جوهرة جديدة ذات فعالية تضع سكان الأرض في خطر جراء هذه العملية إذ تقوم هذه الآلة بالتوغل داخل التربة لتحقن صخرة في عمق الكشرة مما يؤدي إلى استنزاف الطاقة البيئية للكون 9- المنجل في مسلسل مغامرات بيلي ومندي إذا تحدثنا عن المسلسل القرتوني مغامرات بيلي ومندي لا يمكننا إغفال شخصية الهايكر العظيم وسلاحه القوي الذي كان يحمله دائما وهو عبارة عن سلاح يأخذ شكل المنجل والحقيقة أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تظهر فيها أداة بهذا الشكل فالمنجل لطالما رأيناه ممثلا لسلاح ملك الموت في كثير من الثقافات إلا أن صورة الشخصية ذاتها تظل من اختراع وتصميم مؤلف المسلسل ماكسويل أتومس ولعلك تتساءل الآن عن القوة الخارقة التي يمتلكها هذا المنجل الحقيقة أن مالك المنجل يملك في يده قوة التحول لأي شيء يريده علاوة على قوة المنجل وصلابته في تعطيم الأشياء ولسيما أضرحت الموت بكل سهولة لا شك أنه أداة لا يستهن بها إنها لعبة سحرية عثر عليها فورد بينز عندما ضاع بين الأبعاد الكونية وهي عبارة عن حجر نرد بعدد لا حصر له من الوجوه ويمثل كل وجه جانبا من الحياة بمجرد أن يقوم فورد باستخدامه يتغير لون السماء ولكن يجب قبل إلقائه أن يقول بعض الكلمات التعويذية وتكمن قوة حجر نرد في التحكم في أمصار الكون سواء بالخير أو بالشر وقد حدث ذلك بالفعل أن وقع هذا الحجر في يد أحد الأشرار وارتكب الكثير من الكوارث وأحدث حالة من الفوضى لكن تمكن فورد من استعادته ثانية في الحلقة العاشرة من الموسم نفسه وقام بحفظه في خزانة خاصة لما له من قوة خارقة تتحكم في حياة الأشخاص بمجرد إلقائه شيء لا يمكن تصديقه وهو التحكم في العالم بأسره عبر جهاز تحكم صغير يشبه جهاز التحكم في التلفاز هذا بالضبط ما يفعله هذا الجهاز الذي ظهر في مسلسل عالم جامبل إذ يمكنك العودة بالزمن إلى الوراء وكذلك توقف الزمن تماما بمجرد كبسة زر واحدة وتتتابع الأحداث وسط حالة من الفوضى تارة وحالة من الاستقرار تارة أخرى وذلك جراء استخدام هذه الأداة من دون حكمة ولا علم يعد الكعك السحري أكبر قوة سحرية في العالم تبقى لنظرية العرابين السحري فهو قادر على تحقيق أي شيء تتمناه بمجرد أن تتذوقه وتتمنى أمنية وقد تم منح هذه الكعكات للأولاد الذين حافظوا على سر بقاء العرابين والسحرة كما يجب الإشارة إلى أنه يمكن إلى أي شخص أن يستخدم هذه الكعكات السحرية ويستغل قوتها سواء كان ذلك في الخير أو في الشر إنه عبارة عن وحدة تحكم ذات شكل مسدس رمادي معدني ذي مكباد سهل الإمساكب حيث يتم تحديد الوجهة التي يراد الذهاب إليها وعند إطلاق الزناد تفتح بوابة خضراء والتي يجب العبور من خلالها للتوجه للزمن المذكور لذا فإن هذا المسدس يعد من أقوى الأدوات التي ظهرت في أفلامي ومسلسلات الرسوم المتحركة حيث بموجبه يمكنك السفر عبر أبعات كونية بل وأزمنة مختلفة وكان العيب الوحيد في هذا السلاح أنه ضعيف في تكوينه نوعا ما ما جعله سهل الكسر إنه قفاز يغطي اليد والذراعة حتى المرفق تم استخدامه بواسطة شخصية فريكشو وقد اعتمد في عمله على السحر والخيال يتم تغذيته بجوهرة مثلثة تعمل كمصدر للقوة وهو يتكون من أربع جواهر تعمل معا أما وظيفته فهي كشف نسيج الواقع مهما كان مختفيا لكن الفرق الوحيد أن ثلاثة جواهر تعمل على ربط الحقائق وكشف الوقائع وتبقى الجوهرة الرابعة كمصدر للطاقة علاوة على قدرته على إخفاء الشخص الذي يرتديه ما يجعله خطيرا جدا لذا لطالما سعى الأشرار في تدميره ثلاثة العصة السحرية من مسلسل نجمة في مواجهة قوى الشر The Magic Wand إنها أداة سحرية ورثتها ستار باترفلاي في عيد ميلادها الرابع عشر وهي أكبر بقايا عائلة باترفلاي السحرية وعلى ستار حماية هذه العصة لكنها لا تزال تبحث عن طرق للسيطرة عليها بشكل جيد فالعصة ليس لديها شكل محدد وإنما تتكيف بنفسها وفقا للشخصية الحاملة لها هما عن القوة التي تمتلكها هذه العصة فهي أنها قادرة على صناعة أي شيء بمجرد إلقاء التعويذ السحرية الخاصة بها عليها علاوة على قدرتها على تحويل الأشياء والأماكن وتغييرها تماما وكذلك نسخها من مكان لآخر إنها عصا خارقة بالفعل يمكنها فعل أي شيء يريده حاملها 2- الأومنيتراكس من مسلسل بنتن إنه جهاز يشبه الساعة يرتديه بنتن في معصمه وهو الجهاز الذي يدور حوله الامتياز أو القوة الخارقة التي يكتسبها الصبي بنتنينسون وذلك في كل مرة يكبس على الزر حيث يقوم الجهاز بتغيير الحمض النووي لبنتن على حسب رغبته ومن ثم تحويله إلى عشرات الأنواع الغريبة المختلفة من الوحوش الفضائية ذات القوى الخارقة ولكل منها قدرات فريدة إنها أداة أخرى قوية وخطيرة للغاية ظهرت أيضا في مسلسل بنتن وكانت تستخدمها كونتي ماليا وهي قادرة على تفجير الكون بأكمله إذا تم تنشيطها على الكون أما إذا تم تنشيطها في مكان خال تماما حيث لا يوجد كون ستقوم هي بصناعة كون جديد بالكامل من فراء ولا يوجد أي تكنولوجيا على وجه الأرض قادرة على تعطيل هذه القوى الخارقة هذا كل شيء لليوم شكرا لكم على مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة